طب يعني أسامة كان قال أنتو بتروحوا حتى أماكن عادية تعملوا منها حاجة مختلفة يعني إيه اللي تفتكري عملتو كده مع بعض كتحاجة مثلا أو مدينة عادية خالص طلعتوا منها فكرة بسيطة أو جميلة رحنا بنها ورحنا زأزيق ورحنا بنسويف كل أماكن دي مش ساحلية بس إحنا يعني رحنا تفسحنا فيها عالكورنيش كلنا أكلة حلوة كلنا آيس كريم طب عملتو إيه مثلا في الزأزيق مثلا؟ الزأزيق تماشينا على الكورنيش ودخلنا كده مكان أبن إير لذيذ ورحنا حضقة الحيوان وكلنا آيس كريم لا يعني فعلا ناس محتاجة تعرف أنه يا جماعة آه يعني كرة فيها عاجات حلوة وخروجات وخسح وبلاس كده كمان الزأزيق فيها أثار تل بسطة مكان ناس كتير بتزوروا بس مش معروف يعني زأزيق فيها تل بسطة وفيها صاني الحجر كمان كمدينة فيها أثار وحاجات زي كده الناس بتحب تزوروا مش كل الناس فعلا متبقى عارفة معلومات زي دي يعني يعني فعلا حلو ومهم ان انت تواعي أو انت تواعوا سوى الناس يعني بوجود أماكن أثارية جميلة زي دي طب خليني يعرف انتو اتعرفتوا على بعض ازاي بوس حضرتك يعني كان عندي بيزنس كده صغير بدي حاجات لي علاقة بالفويس أوفر وكتابة الإبداعية وشعر فيه حاجات زي كده ومرو كانت جاية في يوم الايام عايزة تاخد كورسة يعني في المكان ده او كانت طالبة يعني دي كتت حجة لا والله بس فاحنا كان الموضوع كله كنا بنتناقش في أفكار يعني بنفهم دماغ بعض كجروب يعني فعجبني دماغها وطبعا يعني عجبتني يعني طبعا لها عشان يعني يعني معكيب اوه يعني يعني معكيب يعني او شاين فيقول دماغها طبعا فبس يعني انا طول الوقت يعني حلم حياتي ان الحد اللي يبقى شريك حياتي يبقى بيحب السفر حتى قلت لها كده قلت لها انا عايزة بشانتة باك باك بس وفيها الخيمة ونلف مع بعض ونسافر ونتبسك طب وانتي في الاول كنت بتحبي السفر يا مروة يعني ولا انتي اكتشفت الجانب ده فيكي مع قسيمة يعني انا في البداية بالنسباني الموضوع كان فصحى بس بعد كده لأ انا بقى عندي الشغف تجاه ان انا عايزة اشوف مكان جديد ومش بس عايزة اشوف مكان جديد ده انا عايزة اتعرف على الناس الناس جديدة او الناس مختلفة يعني محافظة المحافظة بتلاقي يعني طبيعة الناس اصلا مختلفة طبعا احنا نقعد مع ناس نقعد نتكلم معاهم موضوع ده بيفرق معانا كنا لسه من فترة قريبة في القصير قعدنا مع حد يعني رجعنا انا بقول لي اسامة انا حاسة ان انا قناعاتي يعني ممكن تكون بتتغير بسبب ان هو اثر في شخصيتي او انا بحسة جدا او نتكلم ناس بتفكير مختلف ثقافة مختلفة او او ففعلا بيغير يعني او بيفرق ترجمة نانسي قنقر